اشتركوا في القناة 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 تم تسجيل المئات من الحالات المماثلة في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك والارجنتين واسبانيا في حالة الفتاة السالفة الذكر اكدت بعض المصادر ان الفتاة خضعت المراقبة الامنية لبضعة ايام بعد الحادثة من اجل كل هذا قررت نشر قصتها لتوعية الاشخاص حتى لا يقعوا في مصادة هؤلاء المجرمين انت الان تعلم كيف هي الامور لذلك اذا صادفت شيئا غريبا بسيارتك لا تحاول ازالته احتفظ بالمفاتيح في يدك اصعد لسيارتك فورا شغلها وانطلق لمكان عام ومكتظ بالاشخاص كمحطة الوقود او مركز تجاري انتبه اذا ما كان احد يطاردك ولا تتردد في الاتصال بالشرطة ثم في الاخير خذح زياطاتك وتذكر انه يمكنك تغيير كل شيء في غضون ثانية